أهلا بكم من جديد لعاصمة القرار ينضم إلينا من الرياض عبر سكايب سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات أهلا بك أستاذ سعد ثلاث قمم في الرياض بين الرئيس الصيني وقادة السعودية والدول العربية والخليجية وتوقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية شاملة بين السعودية والصين واتفاقيات تجارية بقيمة 19 مليار دولار وغيرها من الاتفاقيات ما أشبه هذه الزيارة بزيارة الرئيس ترامب للرياض عام 2017؟ ماذا تغير بين ذلك العام واليوم بين أمريكا والسعودية؟ نعم المملكة العربية السعودية لديها خطة طموحة اقتصادية رؤية 2030 وباختصار شديد كلما أحجمت عنها الولايات المتحدة بالتعاون فيه مع المملكة العربية السعودية ذهبت المملكة العربية السعودية إما إلى روسيا أو إلى الصين هذا الإحجام أو حتى نقوله بأكثر صراحة مثلا حتى إحجام الزيارات للمسؤولين الأمريكان عن المملكة العربية السعودية هو ما دع المملكة أن تبحث عن شريك اقتصادي آخر يساعد في تنفيذ طموحاتها الاقتصادية وشركات اقتصادية مستقبلية عم ماذا أحجمت تحديدا؟ يعني ما هي القضايا التي أحجمت عنها بالتحديد ودفعت السعودية للذهاب إلى روسيا والصين الكثير كلما تقريبا ليس مئة في المئة لكن هناك أمور كثيرة أحجمت الولايات المتحدة للتعاون مع المملكة العربية السعودية فيها مثل تزويدها بالأسلحة مثل تزويدها بالتكنولوجيا مثل الشراكة الاقتصادية فيها أشياء كثيرة وقلت أقلها عدم زيارة المسؤولين الأمريكان إلى المملكة العربية السعودية على مستويات كبيرة جدا مثل زيارة الرئيس ترامب أو ما شابه ولكن الرئيس بايدن زار سعودية في يوليو الماضي وعقد قمة في السعودية ومع الدول العربية أيضا يا عزيزي باختصار شديد كلما أحجمت الولايات المتحدة عن الإقدام فيه مع المملكة العربية السعودية ذهبت السعودية تبحث عن شريك اقتصادي وشريك اقتصادي موثوق وهو ما حصل بالضغط مع الصين التي أتت إلى المملكة العربية السعودية لبت كثير من الطلبات اشتركت معها في شركات اقتصادية واستثمارية كبيرة دخلت معها في اتفاقية تقريبا 46 اتفاقية والمملكة العربية السعودية دولة تبحث عن الرخال الاقتصادي لشعبها والتنمية المستقبلية لم تعود أمريكا بهذه الحال موثوقة من قبل السعودية؟ لا لا الولايات المتحدة ما زالت شركتنا الاقتصادية معها والاستراتيجية موجودة لكن تأخر الولايات المتحدة عن الاقدام على مثل هذه المشاريع هو ما دعا المسؤولون السعوديون أن يذهبون إلى الصين أو يحضروا الصين إليهم الصين التي وقعت مع السعودية اتفاقية الشراكة الستراتيجية الشاملة ترتبط أيضا باتفاقية استراتيجية شاملة أخرى مع ألد أصدقاء أو أعداء السعودية وهي إيران بماذا تختلف هذه الاتفاقية عن تلك؟ وهل يمكن أن توفق الصين في شراكاتها مع حالفين لدودين السعودية وإيران؟ هذا أمر طبيعي في الوقت الذي الولايات المتحدة لديها شراكة استراتيجية كبيرة مع المملكة العربية السعودية لديها أيضا شراكة استراتيجية كبيرة مع إسرائيل نعم ولكن إسرائيل ليست كإيران هل تشكل اليوم إسرائيل بالنسبة للسعودية خطرا عليها كما تشكل إيران؟ لكل دولة خصوصيتها وظروفها الاقتصادية والاستراتيجية لكن هناك تشابه في المواقف الصين وقعت مع إيران أيضا نتيجة إحجام الولايات المتحدة عن الإقدام على التعاون مع إيران وتفاهم معها في كثيرا من الملفات يعني لأن الملف الإيراني يراوح سواء النووي أو الاقتصادي لم تحزم الولايات المتحدة أمرها في مسألة التعاون مع إيران بصرامة يعني الولايات المتحدة لو منعت إيران من التعامل مع الصين في مسألة إيقاف البنوك يعني التهديد بأشياء أخرى ستقف إيران بدل أن توقع مع الصين 25 اتفاقية والآن في هذا الوقت أعتقد الصين بدأت تراجع هذه الاتفاقيات لأن إيران ليست قادرة على تنفيذ كثير من الاتفاقيات التي وقعتها يعني هل هذه الاتفاقيات مع الصين هي لقطع الطريق على الشراكة استراتيجية بين الصين وإيران لا لا أبدا ليست في هذا المنطب لكن الصين الآن بدأت تراجع كثير من اتفاقياتها كما مر بنا أيضا ليس لدى إيران الظروف الاقتصادية الكافية للتعاون مع الصين ولكن هناك اتفاقيات دفاعية أيضا بين الصين وإيران ماذا لو طبقت هذه الاتفاقيات ألا تشكل خطرا على السعودية الآن الصين جاءت إلى العالم العربي بأكمله وليست للسعودية فقط والاتفاقيات التي بين إيران والصين قلت لك الآن وأكررها بدأت الصين تراجع خطتها مرة أخرى ومرة تراجع اتفاقياتها مع إيران لعدة أسباب أول الأسباب أنه ليس لدى إيران يعني وضوح في الرؤية الاقتصادية الآن والاستقرار الأمني الذي بدأ يتزعزع لذلك المال دائما يبحث عن الاستقرار الأمني والتنموي وإيران الرؤية الآن غير واضحة البلد في مظاهرات عنيفة ليس هناك استقرار يجعل المال الصيني ولكن على الأقل هذه الاتفاقية والشراكة ما زالت قائمة على الورق ولم يعلن أي طرف التخلي عنها طيب إلى أي مدى تشكل إيران نقطة خلاف بين السعودية والولايات المتحدة والتقاء مع الصين وكيف يمكن للصين أن تساعد السعودية في هذا الملف الذي تدعم فيه بكين إيران وترفض فرض العقوبات عليها بكين لديها تشابه في المواقف مع المملكة العربية السعودية وشبه التقاء في مسألة البرنامج النووي الإيراني والبيانات المتركة التي صدر اليوم بين الصين والسعودية يعني يعزز هذا المفهوم بأن على إيران أن تتساعد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التفتيش وإثبات يديتها في أن برنامجها سلمي وليس غير ذلك أما بالولايات المتحدة فنحن ما زلنا على خلاف كبير مع الولايات المتحدة في تقصيرها في هذا المجال ليس هناك ما يعني الولايات المتحدة لديها تقصير كامل وكبير جدا سواء على مستوى التعاون الاستراتيجي والتسليح أو على مستوى تسليم بخائر معينة أو على مستوى يعني معارية الملف النووي الإيراني أو على مستوى إدخال الصواريخ الباليستية ومسيرات ضمن المناقشات التي تتم هناك يعني بون شاسع هناك تماهي في الوضع الولايات المتحدة مع إيران في منطقة الشرق الأوسط مما يجعل لدي حلفاء أمريكا في المنطقة الشكوك في تعامل أمريكا ولكن يذهبون إلى حليف آخر لإيران يعني لا يذهبون إلى خصم لإيران يذهبون إلى الصين التي تدعم إيران وهذا هو السؤال الأساسي على كل لا نريد التوسع كثيرا في هذه النقطة لأن الوقت ليس كافيا لدينا السؤال الأخير هل بحثت القمم ملف المسلمين الإيغور الذين ينتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصين ولماذا تؤيد السعودية موقف الصين حيال هذه الأقلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والإصلاح مسألة الإيغور هم شعب لديهم مشاكل مثلهم مثل أي شعب يعني لدينا الآن الولايات المتحدة قبل يومين قتل خمسة أفراد فلسطينيين بدمبالد لم نسمع أي اعتراض من المنظمات الدولية ولا من الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى لذلك أعتقد أن المسألة مسألة سياسية فقط عصى وجزرة الإيغور ستتخذها بعض الدول مجرد وسيلة ضغط على الصين ولكن اللافت أن الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية تتحرك ضد الصين حماية للإيغور وأن السعودية وهي حامية المسلمين في العالم وتركيا تتعاون مع الصين في هذا الملف وتغض النظر عما يجري جميل أنك ذكرت تركيا وهم أقرب إلى تركيا من السعودية كمكون إثني وأصولي فهم أقرب إلى الأتراك منهم للمملكة العربية السعودية ولكن أنا أقول وأكرر مرة أخرى أن هذا الملف هو ملف سياسي بامتياز لم نسمع عن الولايات المتحدة سواء في ملف الإيغور أو ملف البورميين أو ملف الفلسطينيين ما يدعو الولايات المتحدة لماذا نسمع من السعودية عن الإيغور؟ لا سمعنا أكثر من مرة ولو تبعت ملف السعوديين هناك أولا يجب أن نفهم أن الإيغوريين داخلين تحت دولة الصين ولا يجب أو غير من غير اللائق أن نتدخر في شؤون الصين الداخلية أو حتى الدول الأخرى لكن هناك نوع من المناصحة ونوع من التوسط بين الإيغور والصينيين هو ما قد يأتي ثمار الموضوع سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات من الرياض شكرا جزيلا لك